أول بيولي إيه بيولي بيولي the range of the values 5, 14, 4 جامدين 5 14, 4 23 15 5 عايز الرنج الرنج بأكبر value أكبر value 23 يبقى الرنج دائما هو greatest value minus smallest بس يعني هعمل الكبير خالص يطلع بالمرة بقى لو قال لي المين المين بيبقى sum أو العزماتك مين sum over number يعني نوع من كل دول plus بعض وفر عدده عدده موما كان five وطلع الإجابة لو قال لي مين بنرتبه منافض اللي في النص يعني هرتبه من الأول يعني عشان ما لو الحاجاتي بتقبلنا هكون لها four five وففتين أصر وففتين وففتين و23 دا يتشال مع دا ودا يتشال مع دا يبقى الميديان هو فرحي اللي في النص طب لو قال لي المود أكتر عب بالكرر ما بيش هنا وحد بالكرر يعني هنا نوم مستش يعني لو طلب مني أي حاجة تانية بيش هنا طب اللي بعديها بيقول لي y equal to x من الآخر طالما y والx جينا على نفس السطر يعني مش واحدة فوق واحدة تحت يبقى دي ايه على طول بيرك تبربرش يعني هما يقول لي y equal to x هي هي بالضبط زي y equal mx بالضبط موجود دي زي m يبقى كان دي كان y فارس مع x بس لكن لو هو قال لي y equal to over x فهي زي 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 y equal m over x موجود دي كنا ستنتقى عدد يبقى y فارس مع one over x يعني لو قال لي دي با كيف طب f of x equal 7 هقول لي ايه لأ f of negative 3 او لو قال لي f of x مثلا equal 7x ويجي قال لي f of negative 3 ونشيل ال x ونحط negative 3 لاني فيه x ونحط بدلا negative 3 فتبديه negative 21 ولكن هو قال لي في المسألة ايه قال لي f of x equal 7 دي يسموها كونسطنط كونسطنط يعني يعني لو قال لي f of negative 3 بقى جابتها 7 بس المفروض f of negative 3 شيل ال x ونحط negative 3 مجيش اصل x لو قال لي f of negative 5 برضو 7 f of 7 هي 7 كله 7 يعني كله 7 لاني هي مفاش اكس اصلا معاطية مفاش اكس معاطية طيب بعد كده يقول لي اه صار بس دي four times the number بعد كده جابتها negative 21 لا هتبقى لا هتبقى لجابة دي هي جابتك اكس اي لا انا بقولك لو كان 7x كنا عملنا كده لكن هو يبقى كده الانصر بتاعتي هتبقى 7 برضو مش هتبقى موزيش اكس عود فيها اصلا يعني انصر بتاعتي تبقى 7 اللي هو option 8 طيب البيتاع اللي افتح four times بقولي four times two bar eight اه four times two bar eight طيب four times two bar eight يعني معناها ايه نترجم هيجي four times two bar eight ما ينفعش ده يكون عليه باور كده وهنا البيس two وهنا يبقى البيس four ما ينفعش ما ينفعش يكون البيزي هنا two البيزي in a four طالما ده عليه باور وده لازم نتحاول لنفس البيزي بدا يبقى two power two times two power eight طب خلاص طالما two power two times two power eight طالما نفس البيزي دلوقتي نقدر ناخد two واحدة ونعمل two power ten two power ten طيب ساعات يجيبها لي السؤال تاني بارك وساعات بيجيبوه يقول لي half السؤال مشغور half two power four كان انا لو لقيت حاجة شبيهة بها بقولها بالمرة half يعني half one over two half يعني two power four طيب لما باجي عامل fraction times number كده بنها تبقى تكر تمام وبعدين لا ده ممكن يقول لي كمان مش half بقى يقول لي quarter 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 يعني وانوفر فوق اه فانا بعمل اللي فوق طاعم سبعضه يجينا two power four بعمل اللي تحت طاعم سبعضه يجينا four فانزوان بفوق ننفعش برضو نكون ده two وانا four ننفعش طالما ده 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 فسائلة جدا تبقى two power forty واخلي ده two power two طالما بقى بقى نفس two ممكن افت two واحدة واعمل minus two دينا 30 eight وفلست على كده المساعد بقى 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 بقول لي ده ratio between two positive integers three two seven طالما بقول لي ratio between two positive integers three two seven انا هقول لي ان two integers هول مثلا واحد اسمه اكس والتاني اسمه يبقى ratio بينهم three two seven طب ما احنا عارفين ان الان الان الريشو انا ممكن حاولها اوفر يعني اقول three over seven في ناس يكتبواها كده x y here يقول لي انا برضو three over seven سواء اجي المنظر دا او المنظر دا ركز عادي مسألة اللي بعدها على المنظر دا سواء جالي المنظر دا او المنظر دا المسألة اللي بعدها التي هكي بديها بنان عالدين طالما ما جي المنظر دا او المنظر دا اجاب لي x over y three over seven او قال لي x هنا و y هنا و three هنا اقول لو الـ X equal 3M. والـ Y equal 7. ده اشتغل بقى. ده بقول لي ايه? ده نمبر فايف من ده ومن ده. يعني ده بقى 3M minus 5. وده بقى 7M minus 5. طبعا ما بوجي الـ ratio يعني بقى اوبر بعض برضو. ما هو الـ ratio يعني نعملو بدوهاد اتبعض. يعني يقول لك لو شلنا من ده 5 وشلنا من ده 5 الـ ratio يعني بتعمل بدوهاد 5 وطبط على الاجارة كان 1 over 3. ما هو الـ ratio يعني بدوهاد عوضة. ratio بينهم يعني بدوهاد بتاعهم هيتجين اول اوبر 3. خلوصا ما عملنا من cross multiplication. هتتعمل هنا بـ 9M minus 5. الوان هيتعمل هنا بـ 7M minus 5. نودي الـ N مع بعض يبقى 8M minus 7M. نودي دول مع بعض يبقى negative 5 plus 15. ده تطلع 2M. 2M equal 10. يعني من الاخر الـ M كان الـ 5. وطالما باع عندي الـ M قدر اجيب 2 numbers. مش النمبر الاولين كان 3M. ايضا النمبر الاولاني كان 3M يعني 3 5 plus 15. النمبر التاني كان 7M. بس. تبقى دابع انا مقولي direction between two numbers. يعني معناها لما عملهم بتبايد البعض. تبقى الاجابة كذا 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 كذا. اعملنا لو قاني مسلا. وقال لي مسلا Y equal half. وان X equal مثلا 2 over 5. ممكن يقول لي find the relation between Y and X. وبعدانا المطقوب التاني يطلب مني ايه? find مسلا Y. وان X equal اي حاجة مسلا. بسيطة جدا. انا اميله بسيطة جدا. اه. اه. ادل Y. فارز مع X. طبعا ما هو يفارز مع X. تبقى نقول له Y equal M X. بتجد نعوض. ال Y بتعب بها. طب ال M مش موجود. ال X بتعب بس over 5. اكيد طبعا ان over 5 دي معمولة 5 زي M. هواديها هنا بسيطة. يبقى بقول له 1 over 2 double over 5. اطلع M. اطلع عليه ال F بكام? انا عملت دي. هتديني 5 over 4. عادي يعني بالكالكرياتي. كده جبنا ال M. نرجع نطلع نعوض. اه. كيف هقول له? يبقى واي بدل ما equal M X. هقول له 5 over 4 F. هي دي ال relation اللي هو عاوز. بس. انا قولي فاهم ده relation. اقول له يبقى واي. طيب بعد ما جبت relation يقول لي بقى find A. find Y لما اكسب 3. اوه. يبقى واي equal 5 over 4. طيب امزي 3. واجب على الكالكرياتي. يبقى واي بدلتين over 4. كمان? انا عاليت واحدة من عندي هل انتعلان دكشي دلاتي.